أهلا وسهلا بحضرتكو مرة تانية وجيه مع عاد الفقرة اللي فيها بعض من الأخبار اللطيفة الخفيفة من دول في أوروبا وفي أمريكا في أوروبا ودول المتقدمة رح للولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً ولاية عيدة والأمريكية واحتفل الأسبوع ده شاب هناك بإنجاز مميز الإنجاز أنه قدر يكمل ويحطم 52 رقم قياسي في 52 أسبوع الشاب ده اسمه ديفيد راش بدأ يشتغل على تحقيق رقم قياسي استثنائي في كل أسبوع من خلال مبادرة بتدعم الترويج لتعلم التكنولوجيا والهندسة والعلوم في المدارس يعني مثلاً زي ما حضراتكم شايفين الكور اللي بيعملها زي البلياتشو بسرعة وكمان في تجارب علمية تانية عملها قدر من خلالها أنه يحقق رقم قياسي هي تقطيع أكبر عدد من شرايح الكيوي في دقيقة واحدة باستخدام سيف الساموراي يعني الحاجات دي بتبقى في مخيلة البعض أو في الحقيقة يعني ممكن تكون بسيطة ممكن الناس تفكر أي موضوع ده ده كلام فاضي وكلام هايف بس عشان نكون صراحة الفيديوهات دي بتعمل مشاهدات عالية جداً جداً على السوشيال ميديا فمن خلال ده تقدر تعمل فاند رايزنج أو تجمع أموال وتتبرع بها للخير أو تعمل أرقام استثنائية وتوصل من خلال الفيديوهات بتاعتك ميسج أو رسالة يعني في أغلب الأحيان بيكون الحاجات دي اللي عايز يعمل فيها خير بيجمع فلوس ويتبرع بيها وبيبقى أي للناس من نسب المشاهدات حتبرع لكن يعني موضوع في الأول وفي الآخر هو زوء الناس يعني واحد موقف ملديله على دماغه ولا بيلعب بيحدف كوربينج بونج على دماغ زميله يعني كنا بنعملها واحنا في ابتداء يا هدير بس طيب يا لا عايز نشط الفيديوهات يا حسين الناس حبا تتفرق يعني بيلفوا بورقة سلوفان مش هحطوا الفرن مثلا تمام الناس بتتفرق زي ما أنت بتقول هيا ده بيجي مشاهدات عالية وده اللي بيخلي الناس تكمل في التجهد بالزبط بالزبط طيب فنروح مع حضراتكم لخبر تاني من أخبارنا البرا مصر والفيديو الحقيقة يعني واخد كده مساحة من الانتشار كبيرة على منصات السوشيال ميديا الفيديو لراجل بيتخانق مع دب بإيده اللي اتنين كان بيدافع عن كلابه اللي زي ما أنتوا شايفين الدب بيحاول أنه يدخل جوه البيت ويقرب من الكلب بتاعه هو حاول طبعا أنه يقفل زي ما حضراتكم شايفين كده يسد الباب ويحاول ما يدخلوه ويحارب الدب بالجردل أنا مش قبق نفسي الشجعة بيقفل عليه يعني هنعملي ما هو تقريبا ما عندوش حاجة هني يحارب بيه هو الجردل بس يعني مياميلي احنا على فكرة عندنا في مصر يعني عشان احنا متعملناش مع دب بغير فجنت الحيوانات واكريين موضوع سهل اللي يشوف فيلم درابنت مثلا بتاع يشوف الدب عمل في ايه يشتخلي كمان انه خلاص احنا معظم الفيديوهات اللي بقينا بنشوفها دب بقيت موجودة في اماكن يدخل السوبر ماركت بيعملوا حاجات موضوع دلعات دي خلاص كمان معنا اخبار تانية للناس اللي بتسافر عشان تصيف او تستجم في اماكن هادية لكن يظهر كده ان الهدوء والاستجمام اللي استخدموا اتنين اخوات من استراليا كان مختلف شوية اول مرة يعني نشوفه بالشكل الواضح احدا الاثنين راحوا جابوا مرجحة للاسترخاء شفين المرجحة دي اللي قدام حضراتكو اللي اسمها هاموك تطربت من ناحيتين كده سهل قوي انها تتعمل يعني ممكن تجيب ملاية سرير وتربطها بحبلة خياطها كده من حبل من ناحية ومن ناحية وتشدها ما بين حطين او عمودين هم مرينة تقريبا عاملينها بين جبلين اه وده بقى الجديد في الموضوع بين شطين ومية يعني عالبهم قاعد مرضو انا شايفك عمالة تقول سهل نعملها ايوة بس مش على الكفاعة زي ده سبعين قدم يعني واحد وعشرين متر موضوع بالنسبة لهم بسيط خالص وعادي وبيوصلوا لها ازاي بقى اه اتفاكرة الفيديو الاولاني بتاعلكم بيعملوا الكورده بتاع السيرك اه دول زميله في نفس السيرك بيمشوا على الحبل اشعر يعني الناس عجيبة والله اجازة سعيدة جمعا اجازة سعيدة ادعونا اخوان ابتكيركم بالدعا